شهدت محافظة قناة وشرقية تنظيمة ملتقى توظيفي تحت رعاية وزارة الشباب ورياضة ومؤسسة حياة كريمة خلال الفترة من الخامس إلى السادس من أغسطس الجاري وتضمنت فعليات الملتقى تنظيم دورات تدريبية تحت عنوان طور وغير للتدريب من أجل التوظيف وذلك في إطار مبادرة توظيف مصر كأحد البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال امتداد لحرص الدولة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب انطلق الملتقى التوظفي بمشاركة مجموعة متنوعة من شركات القطاع الخاص التي توفر حوالي 3000 فرصة عمل متنوعة للشباب والفتيات بمحافظة قناة احنا موجودين عشان نحاطر ونوفر فرص عمل لائقة للشباب معنا النهاردة 30 شركة موجودين معنا في الملتقى وعلى مدار يومين مستمرين طبعا في مقابلة الشباب وإدراءات المقابلات الشخصية وإدراءات التعيين ان شاء الله بإذن الله احنا هنقدر نساعد الشباب الفترة اللي جاية ديت ان احنا نقوم بنوفر لهم عدد كبير من الوظيف ان شاء الله بإذن الله فعليات الملتقى شهدت تنظيم دورات تدريبية تحت عنوان طور وغير للتدريب من أجل التوظيف في إطار مبادرة توظيف مصر كأحد البرامج والأنشطة التي تساعد في القضاء على البطالة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال أما هنا في الشرقية وتحديدا مدينة الزقزيق كانت على موعد أيضا مع الملتقى بمشاركة 58 شركة لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة مؤسسة حياة كريمة بالاشتراك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي شاركت في تنظيم الملتقى بنحو 150 متطوعا من أجل خدمة المتقدمين حيث بلغ عدد المتقدمين لطلب الوظائف في الملتقى لنحو عشرة آلاف مواطن شيء جميل بصراحة أول مرة حاجة تحصل في محافظة الشرقية وفرصة جميلة لشباب بلدنا أن يلاقوا فرصة عمل كويسة وطبعا كل هذا نقدم الشكر لفخامة الرئيس عفتاح السيسي وكل السادة المسؤولين على هذا المؤتمر الجميل وربنا يوفى الجميع إن شاء الله والله أنا دخلت كذا شركة كده وفعلا هم مقدم لنا كل حاجة وعرفونا نظام الشغل 8 ساعات و12 ساعة واتوصلت معهم مع كذا فرق وقد عقدت حياة كريمة تدريبا قبيل الملتقى لتعليم الشباب المتقدمين لشغل الوظائف على كيفية إجراء السيرة الذاتية والمقابلات الشخصية عملنا شغل عالي أو الحمد لله خلال الفترة السابقة عملنا دعاية كويسة جدا من خلال صفحات التواصل والإعلانات من خلالها عملنا ثلاثة هدوات داخل نادي الشرقية لحضور الشباب وعملهم دورات لإعدادهم من خلال طاور وغير الإدارة المركزية للمشروعات وتعديل الشباب بالنسبة لطاور وغير هي المفروض أن هي بتعمل عملية جميلة جدا أنت بتجيب الشباب بتأهله وبتعده إزاي يقدر يعمل السيفي بتاعه إزاي يحضر نفسه عشان يقبل على الوظيفة ومن خلال الوظيفة اللي هو يقدر يدي فيها طموحاته وأفكاره ويبدع فيها جهود كبيرة تقوم بها الدولة دوما لتمكين الكوادر الشبابية والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب وفقا لمتطلبات سوق العمل بمشاركة شركاء التوظيف